السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة إذن لتعبير عن العظماء الإنسانية إذن بعد التعبير التي قمت بها طلب مني تعبير عن العظماء الإنسانية واخترت سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه من أعظم الشخصيات التي غيرت مجرى التاريخ إذن بنسبة لهذا التعبير عبارة عن تعبير يعتمد على النمط الوصفي والنمط الوصفي عندنا فيه زوج عندنا الوصف المادي وعندنا الوصف المعنوي الوصف المادي وهو وصف كل ما هو ما يمكن لمسه أي الجسم كل ما في الجسم أما الوصف المعنوي هو وصف الأخلاق إذن كل ما لا يمكن لمسه إذن مادي ما يمكن لمسه والمعنوي ما لا يمكن لمسه إذن هذا النمط سيعتمد عليه السنة أولى متوسط بالنسبة لمقطع عظماء الإنسانية بالنسبة للسنة الثانية متوسط يمكن مثلا نفس المقدمة هي نفس المقدمة يمكن استعمال نفس المقدمة لكن بالنسبة للعرض سيختلف لأن النمط المعتمد للسنة الثانية متوسط هو نمط يسردي يتوجيهي إذن في النمط السردي إذن سنخبر سنقوم بالسرد إذن نستطيع التحدث في العرض عن ما يعرفه التلميذ مثلا عن الهجرة ما قام به رسول عليه الصلاة والسلام كإنجازات عندما ذهب إلى يثرب مثلا نحكي على الغزوات التي قام بها إذن كل ما قام به عليه الصلاة والسلام لنشر إذن الإسلام إذن نبدأ على بركة الله بالنسبة لهذا التعبير عندما خلق الله الإنسان ميزه عن غيره من المخلوقات بالعقل فاستطاع على مدار السنين استخدامه لجعل حياته أكثر سهولة لحفظ السلم والسلام وبناء الحضارة فهناك بعض الشخصيات على مرض الزمن التي اعتبرت من غضماء الإنسانية لأنها ساهمت في جعل حياة البشر تتطور وتزدهر وشاركت في تغيير مجرى التاريخ بأفكارها واختراعاتها أو نظرياتها ومما لا شك فيه أن من أعظمها وأجلها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فقد وضع حدا للجاهلية والظلمات التي كانت تسود العالم بأسره فسبحان الخلاق العظيم الذي خلق الإنسان فأحسن خلقه فقد كان نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ذا وجه منير كالقمر يسر النظر كان متوسط اللون ورائحته مسك شعره وعيناه كان شديداء السواد وكان فخما مفخما من رآه هابه ومن خالطه أحبه ورجلا مربوعا أي ليس بطويل وليس بقصير وقد كان عليه السلام رفيع المقام وبقي قدوة للمسلمين على مر العصور فعرف بالرحيم الرؤوف العادل بين الناس وحتى بين زوجاته وكذلك بالتواضع رغم أنه كان رغم أنه المختار والمحبوب عند الله سبحانه وتعالى كان كريم ذات عطاء بلا حدود صبو على الفقر وظلم أعدائه ويحتمل كل الشدائد وكل ذلك لنشر الدعوة الإسلامية والأمن والأمان بين أمته وقد قال سبحانه وتعالى في وصفه سراجا منيرا وأخيرا وليس آخرا فقد جاءنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالقرآن الكريم مبشرا ونذيرا ولنقتدي بما جاء به الإسلام وبخلقه النبي وبخلقه النبي لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم إذن لا ننسى الشاهد بالنسبة لتعبير لكل التعبير إذن الشاهد عليه نقطة بالنسبة للعرض كما تشوفوا بلي بديد بالوصف المادي إذن وصفنا عليه الصلاة والسلام وصفنا جسمه ثم وصفنا أخلاقه الرحيم الرؤوف التواضع إذن هنا الصبر صبور إذن هنا عبارة عن وصف معنوي بالنسبة للمقدمة المقدمة قد تقدروا تستعملها في زوج سنة ثانية متوسط وتقدروا تستعملها أيضا سنة أولى متوسط ثم في العرض قلنا العرض هو الذي فقط سيختلف وبنسبة لسنة ثانية متوسط تديروا إذن إنجازات الرسول عليه الصلاة والسلام وراكم درتوهم في التاريخ درتو عفوا درتو واش واش دار الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا عندما ذهب إلى المدينة المنورة تقدروا تذكروا واش حفظتوا هكا شوية شوية وحتى ديروا إذن كأعرض هكذا إذن بالنسبة إلى تعبير عظماء الإنسانية سأحاول بإذن الله بالقيام بتعبير آخر بالنسبة لسنة ثانية متوسط وبالنسبة لمن سألني من أين أحذر هذه التعبير هذا التعبير أنا كتبتها وقد صررت جدا أني وجدت تعبير من تعبيري استعمل كفرض في إحدى المتوسطات وهذا شرفني إذن هكذا إلى الفيديو المقبل إن شاء الله